بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة تكامل الدواء الكسرية في حالة التي يكون فيها المقام يتحلل إلى جداء مضاريب من الدرجة الثانية غير مكررة أو جداء مضاريب من الدرجة الثانية مكررة فإذا كان عند الكسر أو الدالة المستقبلية كانت FX على GX وكانت GX تتحلل إلى جداء مضاريب مثلا خلينا نقول AX تربيع زائد BX زائد C BX تربيع زائد EX زائد L مثلا جداء مضاريبين فإن هذه تتحلل إلى طبعا وكانوا هذه المضاريب من الدرجة الثانية غير قابلة للتحليل أي حللت عن طريق مميز وطلع المميز سالف عند إذن هذا لا يتحلل إلى جداء مضاريب من الدرجة الأولى وكذلك الأمر هذا عند إذن بتركه كما هو أي أنه AX تربيع زائد BX زائد C وهنا DX تربيع زائد EX زائد L الآن مادام المقام هو كسير حدود من الدرجة الثانية والبسط يجب أن يكون أصغر تماما من المقام فبأخذه كسير حدود من الدرجة الأولى وليكن مثلا AX زائد B وهنا ناخده CX زائد D حيث A كابيتر والB والC والD هي سواءة يجب تحديدها وتحدد بالشكل التالي أيضا كما فعلنا سابقا نوحد المقامات ونحزفها فنحصل في الطرف الأيسر على FX في الطرف الأيمن على AX زائد B مضروبة ب DX تربيع زائد EX زائد L والثاني اللي هو CX زائد D مضروبة ب AX تربيع زائد BX زائد C الآن نعود كل X بصفر فنحصل على معادلة أولى ثم معادلة أولى نشتق ونعود كل X أيضا بصفر فنحصل على معادلة ثانية نشتق مرة أخرى ونعود كل X بصفر طبعا صفر أو أي رقم تحتاج ولكن أسهل رقم التعويض هي الصفر نشتق ونبحث حتى نحصل على كم سابق عندي أربع سواد إذن سأحصل على أربع معادلات بأربعة مجاهيل إذن أول مرة نشتق ونشتق أيضا ثالث مرة فنحصل على أربع معادلات بأربعة مجاهيل بحل مشترك فنحصل على A والB والC نعودهم فنحصل على التكامل فينتقل من تكامل معقد بهذا الشكل إلى تكاملات بسيطة بهذا الشكل هذا في حالة يكون فيها الكسر يتحلل إلى جدام ضريب من الدرجة الثانية غير مكررة أما يستحلل المقام إلى جدام ضريب من الدرجة الثانية مكررة مثلا كان الف إكس على جيل إكس على جيل إكس والجيل إكس يتحلل إلى مثلا الف إكس على أي إكس تربيع زائد بي إكس زائد دي زائد دي خلينا نقول دي وكان مثلا قس ثلاثة عنده إذن هذا يتحلل إلى ثلاثة أقواص 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 أ AX زائد B أو A1B1 A2X زائد B2 و A3X زائد B3 ونوحد مقامات ونحذفها ونحدد الأمثال كما فعلنا في السابق لنخذ مثال على ذلك أحذف قيمة التكامل التالي إن الدالة المستكملة هذه تكتب على شكل إذن الدالة الكسر اللي عندي هذا إذن فباق دول بقول X تربيع زائد 3X زائد 1 على X4 زائد 5X زائد 4 هذا بتحل المقام إلى جداء مضروبين من الدرجة الثانية بالشكل التالي هو X تربيع زائد 1 بX تربيع زائد 4 طبعا هذا ليس له حل في R وهذا أيضا ليس له حل لأن X تربيع لا يساوي السالب 1 وهذا كذلك الأمر إذن وبتالي لا مناصر نعيفهم بهذا الشكل إذن بأخذ المقام الأول وبأخذ المقام الثاني هو X تربيع زائد 4 الآن البسط هو AX زائد B وهذا هو CX زائد D قلنا لتحديد الأمثال منضرب ومنحزف المقامات فلو ضربنا في المقام فنحصل على X تربيع زائد 3X زائد 1 هذا بالطرف الأيسر في الطرف الأيمن نحصل على AX زائد B مضروبة ب X تربيع زائد 4 زائد CX زائد D مضروبة ب X تربيع زائد 1 الآن إذا عوضنا كل X بصفر فنحصل على المعادلة الأولى من الأولى إذا نحصل على 1 يساوي إلى إذا عوضنا بالصفر نحصل على 1 يساوي إلى 4B زائد D هذه المعادلة الأولى أيضا الآن إذا اشتققنا طرفي هذه العلاقة نرى أنه إذا اشتققناها نرى أنه مشتق الطرف الأيسر إذن هنا 2X زائد 3 يساوي مشتق الطرف الأيمن AX تربيع زائد 4 زائد AX زائد B ب 2X زائد أيضا C مضروبه X تربيع زائد 1 زائد 2X مضروبه ب C X زائد D إذن هذه الآن إذا عوضت كل X بصفر فنحصل على المعادلة الثانية هي عبارة عن 3 يساوي 4A زائد C هذه المعادلة الثانية أيضا نشتق مرة أخرى لو اشتققنا طرفي هذه علاقة نحصل على الطرف الأيمن الأيسر هو 2 والطرف الأيسر 2X ب A زائد 2X في A أيضا زائد 2A X زائد B زائد 2X C زائد 2C X زائد D زائد 2X ب C إذن هذا هو مشتقى لو عوضت كل X بصفر هنا فنحصل على المعادلة الثالثة اللي هي عبارة عن 2 يساوي إلى 2B زائد 2D هذه المعادلة الثالثة وكذلك الأمر إذا اشتققت العلاقة هذه مرة أخيرة فنحصل على صفر يساوي إلى 6A زائد 6C هذه هي العلاقة الرابعة إذن نشتقها فحصلنا على أربع معادلات بأربع مجاهيل من المعادلة الرابعة من المعادلة الثانية نحصل على أن C من 2 C هي عبارة عن 3 نائس 4A لو عوضنا في الرابعة لحصلنا على أن A تساوي إلى الواحد فلو جينا إلى هنا وشن هذه A حطينا بدال 1 الآن طبعا A 1 إذا عوضنا في المعادلة الرابعة A B 1 هذه نرى أنه 6C يساوي إلى 6 ننقل 6 للطرف الثاني 6C يساوي إلى سالب 6 ومنه C تسالي إذن ومنه C تساوي إلى سالب 1 فلو جينا إلى هون إلى هذا C وحطينا بدال سالب فحصلنا على هذه بنفس الأسلوب من المعادلة الأولى نحصل على أن D هي عبارة عن 1 نائس 4B إذا عوضناها في الثالث لحصلنا على أن B يساوي إلى الصفر نجي لهم نحط بدال B الصفر لو حطنا بدال هذا الصفر أخيرا لو جينا إلى المعادلة الأولى حطينا بدال B صفر صفر ضرب 4 صفر إذن D هي 1 فنحصل على D تساوي إلى 1 وبالتالي يصبح معي هذا الكسر هذا يصبح عبارة عن مجموعة كسرين بهذا الشكل فعواض ما أكامل هذا الكسر بكامل التكامل أول زائد التكامل الثالث فنحصل على هذه العلاقة X على X تربيع زائد 1 سالب X على X تربيع زائد 1 الآن هذا التكامل هو التكامل الأول البسط هو مشتق المقام وبالتالي طبعا البسط مشتق المقام ولكن يحتاج إلى حتى يكون مشتق المقام نضرب ب2 ونقسم على 2 2 فنحصل على البسط مشتق المقام إذا لو قلت من المقام أما هذا فوزع هذا إلى تكامل أولا واحد منهم البسط مشتق المقام زائد التكامل من الشكل هذا التكامل يمكن أن نشرحه هنا يمكن أن نفرقه إلى تكامل سالب X على X تربيع زائد 4 زائد تكامل DX على X تربيع زائد 4 التكامل الأول البسط مشتق المقام يمكن نجعل بس مشتق نضرب 2 ونقسم على 2 إذا سالي بالنصف لغارة المقام وهذا هو وهذا هو تكامل شهير هو نصف تنجنت ناقص 1 لا x على 2 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته